ماذا تستهدف مصر من خلال رؤيتك بقى كمواطن سناوي عايش وشمال سيناء من تحويل شمال سيناء لمنطقة ما تقلش أبدا عن كل المناطق اللي بتتطور سواء العاصمة الإدارية أو العالمين أو المنصورة الجديدة أو كل المناطق المضيئة اللي بقت على خريطة مصر ماذا تريد مصر أن تجعل العريش قبلة للعالم كله أنا بسمي بسمي في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجدد لأنه عامل عاصمة الإدارية الجديدة عامل العالمين الجديدة المنصورة الجديدة أنا عاوز سيناء جديدة يعني حضرتك من الجنطرة شرق حتى العريش ما فيش غير مدينة واحدة هي مدينة بالعبد 170 كيلو أنا أتمنى أن تكون عدة مدن جديدة لأنا لي رؤية أن سيناء ده مكان عالمي عبقرية الجغرافيا اللي فيه تجعل منه استراتيجية عالمية لأنك فيه مفصل العالم بين الشرق والغرب فهنا دي أهمية سيناء التي كانت في السابق مهملة ولكن أنا أرى في خلال الواقع اللي أنا شايفه أن سيناء هتفوق أكتر مدينة موجودة في داخل مصر يعني لو جسمنا سيناء إلى عدة محاور محور الشمال، محور الوسط، محور الجنوب هلأجي محور الشمال يصلح لأن يكون مدن سياحية عالمية طيب محور الوسط يصلح لأن يكون صماعي محاجر وفروة محجرية تكفي ما يكفي محور الثاني محور الزراعة يعني حضرتك أمام مستقبل واعد إلى عملية التنمية الحقيقية الموجودة داخل سيناء ثم أنت حضرتك أمام حتين أهم من بعض قد يستلزم الحديث فيهم أو أهمية الحديث فيهم حضرتك بين مينة ومطار مينة العريش هتبقى مينة دولية ومطار العريش حخص الأيام دي أن جميع الأنظار تنظر إلى مدينة العريش للعريش كمطار دولي يعني حضرتك النهاردة أصبحت سيناء مكان ليس محلي ولا عربي بل أصبح سيناء مكان دولي تستطيع أن تضع فيه أموال واستثمار تجعلك فيه ربح بمتولية هندسية مش بمتولية عددية يعني الأرباحنا قابلة للزيادة في كل شيء يعني حضرتك هتعمل الساحل عبارة عن منتجعات سياحية وأنا من خلال دراسة العلم النفس سيناء أكتر مكان يستطيع فيه الإنسان أنه يرتح راحة نفسية يعني حضرتك لما تأخذ الأولاد وعاوز تقعد لك يومين ثلاثة هتحس بارتياح نفسي سبحان الله فيه فسيناء بإذن الله هتبقى في الواعد والموعود ده إحنا عندنا مثلا في شاطئ رمانة شاطئ رمانة ده عبارة عن جونة أو خليج الطينة ده عبارة عن حمام سباحة طبيعي تدخل بعد كده على بحرة البردويل والرواء بتاعها تدخل بعد كده على البحر العريش يعني أنت أمام منظومة سياحية مش موجودة أعتقد في أي مكان في العالم ده بالنسبة لساحل البحر المتوسط أنت أمام مواني في ميناء شرق التفريعة وفي ميناء البحرة البردويل بين ميناء الصيد وفي ميناء تالتة اللي هي الميناء الكبيرة اللي موجودة في العريش يعني إذن الساحل كل شبر فيه يتم التنمية الوسط أو الوسط أنت أمام ترعة السلام دخل شمال سيناء لتحليط المياه لزراعة مش أعتقد أقل شيء مليون فدان يعني حضرتك بتستثمر استثمار زراعي على أكفأ ما يكون إحنا بنتكلم في واقع زراعي مهم جدا أنا بتمنى أن النقابات والجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمستثمرين كل مستثمر يدخل سيناء يأخذ حتة حضرتك النهاردة كيلو زيت الزيتون بتلتويت جنيه يعني شجرة الزيتون هتجيب كم كيلو الفدان فيه ميت شجرة أقل شيء يعني أنت حضرتك النهاردة بتتكلم عن استثمار في الزراعة مش موجود في مكان في العالم مهم وهم جدا الحاجة الأهم كيف يتم عمل مدن صناعية في داخل سيناء أنا أتمنى مثلا مدينة في رمانة مدينة في بير العبد مدينة بين بير العبد والعريش مدينة في العريش يبقى حضرتك بتتكلم عن سيناء بمنظومة استثمارية على أعلى وأكفأ ما يكون يمكن أنا من حسن الطالع أن معالي الوزير المحافظ اللي له كل الاحترام الرجل الصابر والصامد والواقف في الأزمة دي بكل ما يستطيع وأنا أعتقد أن هذا الرجل لا ينام هو دكتور في التنمية إحنا لو استغلينا دكتوراه الدكتور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة في تنمية سيناء هيبقى حضرتك النهاردة أمام علم وعالم ومواطن موجود في المكان عارف كل أبعاده ترجمة نانسي قنقر